قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس إن هناك مؤشرات إيجابية توحي باحتمال تنفيذ صفقة رهائن جديدة مع حركة حماس وأضاف أنه في حال عدم حصول اتفاق حول الرهائن سيواصلون العملية خلال شهر رمضان موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قال إن حركة حماس قدمت لمصر رداً شفاهياً على موقف إسرائيل بشأن صفقة التبادل الأسرع وأنها وافقت على تعديلات طفيفة وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن رد حماس الجديد لا يشير إلى حدوث فراجة في توصل الاتفاق بشأن صفقة التبادل مضيفاً أن بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى اجتماع باريس المقرر يوم الجمعة إذا أمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالاستماع فقط وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو لم يقرر بعد إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس لحضور اجتماع آخر حول الصفقة المحتملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر